الحصاد من قناة الفلوجة أهلا بكم مشاهد الكرام في حصاد الفلوجة معكم محمد الكوبيسي وسؤد الطارق أهلا بكم نبدأ هذه النشرة بأهم ما فيها لا التزام بالتوقيتات السياسية والنيابية جلسة البرلمان يوم غد من دون موازنة واللجنة المالية تصوت عليها داخليا قاض جديد لرئاستها مفوضية الانتخابات تكتمل باختيار رئيس لمجلسها وتعلن تسجيل 800 ألف ناخب جديد البيت الكردي التأم مجدداً وزراء اليكة يعودون للحكومة في أربيل واجتماع مع البارتي يذيب جليد الخلافات أزمة الجفاف تتعظم في الأنبار مياه الفرات تنخفض دون الحد الأدنى وتحضيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة تزامناً مع اليوم العالمي للسلام مجهولون يحرقون مسجداً في ديالة ودعوات لموقف حكومي ينهي الانفلات فيها البداية نيابياً إذ تخل جلسة البرلمان يوم غد الأربعاء من فقرة قراءة الموازنة الثلاثية بعد أن أعلن في وقت سابق أن آخر موعد لتقديمها هو يوم غد السابع عشر من الشهر الجاري وتضمن جلسة البرلمان ليوم غد استكمال التصويت على المواد المتبقية من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال وذلك بعد حسم خمس وثلاثين مادة من أصل مائة وعشر مواد من القانون ويتضمن قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد منح المهن المنظمة وغير المنظمة راتباً تقاعدياً كالعمال في المعامل والمصانع وسائقي سيارات الأجرة والعاملين في المحال التجارية باقتطاع ثمانية في المئة من رواتب المهن المنظمة فيما يتم دفع خمسة عشر في المئة لأصحاب المهن غير المنظمة هذا وصوتت اللجنة المالية النيابية على عدد من بنود قانون الموازنة العامة منها المادة السابعة المتعلقة بالنفقات الطارئة والمادة التاسعة بشأن تخصيصات تنمية الأقاليم والمادة الخامسة المتضمنة حصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات ونفقات المشاريع المعتمدة أو المعتمدة ضمن الموازنة الاتحادية واجلت اللجنة التصويت على عدد من المواد إلى حين دراستها وابداء الملاحظات وتابعت اللجنة دراسة المحور الخاص بقروض تمويل المشاريع المستمرة في الوزارات والمحافظات وإعمار المناطق المتضررة ودعم مجالات التربية والصحة والطاقة كما واصلت قراءة محور القروض الجديدة لتمويل مشاريع تحلية المياه ومشاريع وزارة الصحة لإنشاء مراكز تشخيص للأمراض السرطانية ومشاريع وزارة الكهرباء إلى ذلك أكد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني أن الحكومة عازمة على تهيئة كل ما من شأنه أن يوفر البيئة الاستثمارية الآمنة للشركات العالمية من خلال القوانين والتشريعات فيما أشار إلى أن العراق اليوم فيه كثير من الفرص الاستثمارية المهمة التي تنتظر قدوم الشركات الكبرى جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء رئيس مجلس الأعمال الأمريكي العراقي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس وبحثا خلال لقاء فاق التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والصحية كذلك فضلا عن ترسيخ ذلك التعاون في مجال الطاقة والبيئة إضافة إلى الشراكة بين القطاع الخاصة العراقي والشركات الأمريكية استنادا إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي كما أكد انفتاح العراق اقتصاديا على محيطه الإقليمي والدولي والعمل الجاد لتأسيس شراكات بناء في مجال الاستثمار لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والبيترو كيميائيات كما أكد سوداني خلال لقائه وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين برئاسة نواف بن ناصر الثاني أكدت جدية الحكومة في تحقيق نعضة اقتصادية تعزز مسار التنمية في البلد من جانبه عبر الوفد القطري استعداده للعمل في العراق وإيجاد شراكات استراتيجية مع رجال الأعمال والقطاع الخاص في العراق الذي أصبح بيئة راحبة للاستثمار في السياق نفسه قال رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني أن العراق أصبح محطة لاستقبال الشركات العالمية مشيرا إلى وجود استقرار سياسي وأمني واضحين فضلا عن وجود رغبة من الأطراف السياسية والشعبية نحو إنجاح الواقع الاقتصادي في البلاد اليوم موجودة الشركات الألمانية موجودة أيضا ستين شركة أو واحد ستين شركة إماراتية الغدا سوف يكون هناك وفد للشركات القطرية في شهر السادس سوف يكون هناك وفد كبير تجاري من واشنطن في هذا الشهر أيضا سوف يكون مؤتمر لوزراء النقل لدول المنطقة وتركيا وإيران والأردن وسوريا بخصوص طريق التنمية الذي يربط بناء الفاو بتركيا ثم أوروبا العراق الآن بكل ثقة هو ورشة ومحطة لاستقبال الشركات العالمية هناك استقرار سياسي واضح هناك استقرار أمني هناك رغبة من كل الأطراف الرسمية والشعبية نحو إنجاح والواقع الاقتصادي في العراق في محافظة ديالا يقف العشرات من الخريجين والعاطلين عن العمل في طوابير طويلة أمام شبابيك المراجعة في دائرة الحماية الاجتماعية أملا في الحصول على راتب شهري يعينهم على أعباء الحياة تفاصيل أفا في سياق هذا التقرير تخرج عام 2019 في كلية العلوم السياسية عباس يراجع اليوم دائرة الحماية الاجتماعية منذ أشهر للحصول على راتب بسيط لعيلى إسرته فلم يستطع الحصول على فرصة عمل أو تعيين حكومي يتنقل من نافذة إلى أخرى عسى أن تنجز معاملته غير أن جميع محاولاته باءت بالفشل عباس نموذج لعشرات الآلاف من العاطلين عن العمل في ديالة ممن ينتظرون بطوابير في هذه البناء الصغيرة لإنجاز معاملاتهم ففرص العمل تكاد تكون معدومة في ديالة مما يجبر هذه العائلات على البحث على المنحة الاجتماعية لأن أغلب المتقدمين قد تتأخر منحتهم لأشهر أو سنوات حتى تخصص لهم مبالغ مالية تجاوز عدد المتقدمين لنافذة الحماية الاجتماعية أربعين ألف شخصين وأنجز أغلبها لأن التخصيص المالي يقف حاجزا لصرف الرواتب لهؤلاء الفقراء في ديالة بانتظار قرار الموازنة المقبلة التي قد تدرج هذه الأسماء ضمن التخصيصات لدينا الشمول الألكتروني 2023 أكثر من 42 ألف متقدم حاليا وتم إنجاز الحمد لله خلال فترة وجيزة تم إنجاز أكثر من 39 ألف أسرة هذا وينتظر عشرات الآلاف من الفقراء راتب منحة اجتماعية من الموازنة القادمة وأن تكون شاملة للجميع لا المقربين من السلطة فقط من محافظة ديالة عمر الأبيدي قناة الفلوجة انتخابيا صوت مجلس المفوضين على اختيار القاضي عمر أحمد محمد رئيسا للمجلس خلفا للقاضي المستقيل جليل عدنان خلف إلى جانب اختيار القاضي فياض ياسين حسين نائبا له جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادية الذي أعقده مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إذ اختار الحاضرون رئيسا لمجلس المفوضين ونائبا له بعد حصولهما على ثقة المجلس بالإجماع هذا وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسجيل بيانات أكثر من 800 ألف ناخبا من ضمنهم مواليد 2005 الذين بلغ عدد المسجلين منهم أكثر من 80 ألف ناخب فيما وزعت المفوضية أكثر من مليون بطاقة بايومترية مع العمل المتواصل والدؤوب لموظفي مراكز التسجيل أسفرت جهودهم عن تسجيل بيانات أكثر من 800 ألف ناخب من ضمنهم مواليد 2005 الذين بلغ عدد المسجلين منهم أكثر من 80 ألف ناخب في حين وزعت المفوضية أكثر من مليون بطاقة بايومترية ويتم العمل بحضور المراقبين المحليين وكلا الأحزاب السياسية ويمكن للمهتمين في شأن الانتخاب الإطلاع على الموقف العمليات التراكمي عبر الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات في إقليم كردستان عقد المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني اجتماعا مشتركا لمناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والمالية في الإقليم والعراق حسب المصادر فإن لقاء المكتبين السياسيين للحزبين في محافظة السليمانية يهدف لحل المشكلات العالقة لا سيام قضية انتخابات برلمان كردستان فضلا عن قضايا أخرى اجتماع مهم للمكتبين السياسيين لحزبي البارتي واليكتي في مدينة السليمانية استجابة للمبادرة التي طرحها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني للتهديئة والحوار وحل المشكلات العالقة بينهما مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير استجابة المبادرة التي طرحها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني للتهديئة والحوار اجتماع مهم للمكتبين السياسيين للديمقراطة والاتحاد الوطن الكردستانيين في السليمانية بهدف حل المشكلات لاسيما المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان الإقليم بدورته السادسة نعم هناك جهود وهناك أيضا وساطات لحل هذه القضية سواء كانت من أحزاب الكردية أو العراقية حتى المجتمعات والي نحن نعمل بأن نتجاوز هذه القضية نتجاوز قصة تهم على أحدنا الآخر ونرسم إلى سياسة واحدة تخدم الأقليم وتخدم العراق بشكل أهم وتجد الأحزاب الكردية في التحديات الداخلية دافعا لتوحيد المواقف لإزالة الضغوط والتوترات فعودة الاتحاد الوطني الكردستاني لاجتماعات مجلس الوزراء أعطت دافعا قويا لتجاوز أزمة الخلافات التي رافقت الحزبين على مدى سنوات عدة للوصول إلى شراكة حقيقية في التوازن الداخلي يعني تحديد يوم أو تاريخ لإجراء انتخابات إقليم كردستان خطوة إيجابية في اتجاه تصحيح الأوضاع أو إنهاء الأزمات الموجودة خاصة بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان صحيح أن هناك عدم انتفاق نهائي على آليات أو قوانين أو نظام إجراء الانتخابات في إقليم كردستان ومنها موضوع المفوضية وموضوع الدوائر المتعددة وموضوع المكونات أو الأقليات في إقليم كردستان لكن تحديد أو إجراء الانتخابات في إقليم كردستان أنا برأي خطوة باتجاه الحل وجرت اجتماعات مماثلة خلال الأشهر الماضية جامعت سبعة أحزاب كردستانية وضعت آليات محددة للاتفاق على تعديل قانون الانتخابات التي حددت رئاسة الإقليم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإجرائها بعد سلسلة يزمات وخلافات حادة يعود البيت الكرد الداخلي إلى الالتيام من جديد عودة لجلسات مجلس الوزراء واجتماعات هنا وأخرى في السليمانية لتجاوز أعقد نقطة خلافية تتمثل بتعديل قانون الانتخابات بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل ينضم إلينا الآن أن أبل أسباق عن الحزب الديموقراطي الكردستاني سيد عبد السلام بيرواري سيد عبد السلام مرحباً بك أبرز مخرجات اجتماع الحزبين الرئيسيين وكيف سار الاجتماع في السليمانية أنا عن تحية لكم تحية للأخوات والمشاهدين ومشاهدات في الحقيقة هذا الاجتماع جاء بنتيجة نداء سيد رئيس مسعود بارزاني على ضرورة أن يجتمع الحزبان وأن ينسي كل هذا الجو المتشنج الموجود بينهم وها تمهيداً لعقد اجتماع موسعي ضم كافة الأحزاب الكردستانية لبحث الأوضاع الداخلية القليم يمر بمرحلة حساسة جداً هناك تحديات لا تتعلق بحزب حاكم أو غير حاكم بل تتعلق بمجمل الشعب وكما هناك موعد للانتخابات في 18 داعش لذلك الرئيس البرزاني دعا إلى أن تجري هذه الاجتماعات قبل 18 خمسة لأن المفوضية تحتاج إلى ستة أشهر الاجتماع خرج ببيان مشترك متوقع وهو تثمين المكتبين السياسيين لمبادرة البرزاني تثمين ما قامت به حقيقة حكومة قليم كردستان وبالذات عودة وفد الاتحاد الوطني وكذلك التأكيد على المحافظة على القليم ككيان ومواجهة التحديات كفريق واحد والإسراع بإزالة المعوقات التي لا زالت موجودة أمام تعديل قانون الانتخابات وإحياء المفوضية وإجراء الانتخابات بالتأكيد هذا الاجتماع سيكون مفتاحا لاجتماعات مقبلة أنا أتوقع بكرة أو بعد غد يتم اجتماع على مستوى مكاتب الانتخابات أنا شخصيا كنت عضو في وفد الحزب الانقاط الكردستاني في مفاوضاتنا مع وفد الاتحاد الوطني على موضوع تعديل قانون الانتخابات المحاولة الرئيسية تقريبا اتفقنا عليها وإذا كانت هناك إشكاليات فهي بتصوري هي إفرازات للعلاقة غير الطبيعية التي كانت موجودة من الحزبين أنا أتوقع هذا الاجتماع وهذا الجو الجديد الذي نشأ سيزيل هذه العقبات ونتمكن بسرعة من اتفاق على ما تبقى من نقاط سيد عبد السلام عضو المقاطعة لكن هل هذه الاجتماعات التي تحدثتم عنها من أجل الانتخابات تحدث موعد الانتخابات في الأقليم تم تحديد موعد لها كيف ستجري الانتخابات تحت أي ظروف خاصة وأن اليوم قد استقال أربعة نواب من برلمان أقليم كردستان بسبب أن البرلمان مدد عمره يعني أولا أنا أعتقد الوفد رجعت الوفود اليوم من التوقع بكرة يعلن عن الاجتماع المقبل لأنه يجب أن نجتمع قبل 18 أولا الشيء الثاني هذه الانسحابات وهذا يعني بعض الكتل أيضا علقت عضويتها ولم تنسحب هذه أنا أعتقد دعاية انتخابية قبل الانتخابات عن الأقليم عندما يعني النواب عندما اصطروا لتمديد عمر البرلمان لم يكن ذلك يعني بحسب رغبة ولكن الجو السائد آنذاك حالة دون إجراء الانتخابات لأن خمسة أحزاب قدمت مشروعا للتعديل رئيسة القرلمان بسبب العلاقة الغير الطبيعية بين الديمقراطي والوطني تقريبا لم تعقد اجتماعات لذلك كان الأقليم سيدخل في فراغ دستوري وهذا الذي يجري تقوم به هذه المجموعات الصغيرة جدا هو في الحقيقة مجرد محاولة للعب على مشاعر الناس وإظهارنا بسبب أنها أكثر حرصا على مستقبل الأقليم ولكن هذا لا يؤثر يعني القانون واضح جدا أي واحد حتى عضو واحد إذا يقدم استقاله هناك آليات في قانون مجلس النواب لكي يتم إملاء هذا المقعد الشاغر مفوضية الانتقابات ببغداد رئيسها من القومية الكردية أصبح الآن هل جاء ضمن الاتفاقات السياسية بين المركز والإقليم؟ يعني لمعلومات المشاهدين ومشاهدات هذه ليست أول مرة البعض كان يتصور أنه هذه أول مرة يتولى بها رئيس كردي الأول مفوضية كان رئيس الأخفرج كردي من حزب الدمقاط الكردستاني كذلك الأخسر بس في الآية هذا واضح جدا في العراق ليست هناك لنقول حزب أو ليست هناك قائمة انتخابية تفوز بأكثر من 50% من الأصوات الحكومة ائتلافية تشكيل رئاسة مجلس النواب ائتلافية كل المفوضيات والمؤسسات العليا كلها نعكاس لهذا التحالف الوزاري لذلك طبيعيا يعني البعض يتكلم عن محاصصة وغيرها المحاصصة ليست عيبا بل هي نتيجة للتحالفات السياسية التي تؤدي لتشكيل حكومة ائتلافية لكن الخطأ في المحاصصة هو السلوب الذي جرى فيه بالعراق يعني أنا مجرد هذا المقعد لي أأتي بشخص غير مؤهل هذا كان السبب الرئيسي لأنها تكتسب المحاصصة هذه السمعة السيئة لذلك بالتأكيد يعني عندما تكون هناك يكون هناك ائتلاف وزاري يتم بالتأكيد توزيع الكراسي والمناصب في كل هذه المفوضيات والمؤسسات الأخرى كما كان الحال في الوزارة يعني حزب عند 30 كرسي يحصل على وزارة السيادية ووزارتين ونائبين وزير ومدير عامل آقري هذه موجودة في كل الانظمة التي تحكمها حكومات ائتلافية طيب ونعتبر شي طبيعي في آخر زيارة للسوداني إلى نينوى لم يزور سنجار لوجود تعقيدات لم تحل بعد هل من مسار واضح لتطبيق اتفاق سنجار في الأيام القادمة؟ المسار هو نص الاتفاقية يعني إذا تتكر اتفاقية كانت خارطة الطريق عملية جدا ولم يتم تسميتها بحل بل إعادة الأوضاع يعني إلى تطبيع الوضع في سنجار طبعا العائق الرئيسي هو لا يقفى على أحد هناك قوى مسلحة مع الأسف الشديد تحمل اسم الحجد الشعبي والحجد الشعبي رسميا أو على الورق هو جزء من المنظومة الدفاع ويتتدبع رئيس الوزراء ولكن اللي يجري هناك أن هذه الفصائل الحجد الشعبي تتصرف باستقلالية وتتعاون مع حزب العمال الكردستاني التركي الذي يضم عناصر من تركيا من سوريا من إيران وهؤلاء باعتراف قادة الحجد واعتراف قادة البكك أو البيشدة مهما كان يسمهم يستلمون رواتبهم وعدوا أكوم على تقدم ألفين عضو مسجلين كأفراد حج الشعبي الجيش العراقي إذا تذكر قبل ستشفر حاول أن يعيد توزيع قواته على مدى الحدود لسيطرة المنافذ الحدودية ومنع تسلل داعش إذا تذكر هذه القوات مجتمعة الفصائل التي تتسمينها في ساحة الشعب هناك وقوات البككة قاوموا الجيش العراقي ومنعوا عملية الانتشار إذن رئيس الوزراء أنا أعتقد مدرك لهذه الأمور ولا يريد أن يصعد كان سيكون من العار جدا حاشاه أن يزور رئيس وزراء منطقة وتقوم قوات بالاسم تابعة إلى بوضع عراقل في طريقها أنا أعتقد هذا هو سبب الرئيسي وهذا أحسن مثال على الحالة المزرية الموجودة في سنجار في نفس الوقت قامت قوات تركية طائرة بدون طيار مسيرة بقصف منزل في ناحية خانسور وكان تضح منه مقار لبككة تبقتل الثلاثة أعتقد جرح واحد هذا الجو الأمني غير مستقر طبعا لا يشجع أي رئيس وزراء بأن يقوم بمثل هذه الزيارة شكرا جزيلا لك أن الأسبق عن الحزب الديموقراطي الكردساني السيد عبد السلام برواري على هذه المعلومات بيئيا توقعت وزارة الموارد المائية أن يكون صيف العراق المقبل صعبا بسبب انحسار الإرادات المائية مشيرة إلى أنها تبدل جهودا استثنائية لتأمين المياه للشرب أو الاحتياجات المنزلية فضلا عن المياه المخصصة للزراعة وإنعاش الأهوار أو لتحسين بيئة شط العرب وضافت الوزارة أن العراق استنزف الخزين المائي بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب شح المياه مؤكدة أن أيام الصيف ستكون صعبة بسبب تراجع كميات المياه المتدفقة مع 500 متر مكعب إلى 278 مترا وكدت أن كوادرها ستطبق نظاما صارما وعادلا لتوزيع المياه يعتمد على المناوبة مع استمرار حملة إزالة التجاوزات مشاهد مرعبة لم يألفها الأنباريون على ضفاف نهر الفرات منذ عدة سنوات فمناسب المياه وصلت إلى مستويات دون الأدنى وأصبحت تهدد حياة ساكن المناطق القريبة منه إضافة إلى الخطر المحدق بالأراضي الزراعية لترتفع الدعوات بضرورة الضغط على دول الجوار أملا بإطلاقات جديدة تفاصيل أوفا في التقرير الآتي أزمة المياه والجفاف بدأت تصل إلى مستويات مخيفة في محافظة الأنبار التي تعتبر من مناطق أعالي الفرات لقربها من دول المنبع انخفاض كبير لمنسوب النهر دون الحد الأدنى أمر يهدد حياة ساكن ضفتيه بضلا عن تأثيره على الثروة الزراعية إذا استمر الحال على ما هو عليه في مناطق جنوب الرمادي بدأت العوائل تنزح بالأمس سجلنا خمسة عوائل من مناطق العنقور نزحت من مناطقها بسبب عدم وجود الافتقار الفعلي للمياه الواصلة حتى مياه الشرب لم تعد تصل إلى مناطق جنوب الرمادي بسبب إغلاق الكامل لنظم الورار من قبل وزارة الموارد المائية اليوم أصبحت المحافظة عابرة المياه المحافظة ليس فيها خزين مائي دارة الموارد المائية في الأنبار تؤكد مساعيها بعقد اتفاقيات مع دول المنبع لحل هذه الكارثة قبل أن تتفاقم بشكل أكبر خصوصا بعد انخفاض الخزين الاستراتيجي في بحيرة سد حديثة التي قد تخرج عن الخدمة المائية خلال الأشهر القليلة القادمة بسبب نقص الحاد في الخزين الاستراتيجي من بحيرة الحديثة تم تحديد الاطلاقات المائية الآن بما يتناسب مع موسم الجفاف وكذلك الاطلاقات المائية المتاتية من الحدود السورية وكذلك التركية حول في خصوص نهر الفرات الوزارة لديها رؤية تختلف عن رؤية بقية الوزارات هناك التزام حاد بالحصص المائية يتم توزيعها بالتساوي بين المحافظات والمواطنين ويحذر متخصصون من الإفراط باستخدام المياه خصوصا بعد انقطاعها منذ عدة أيام في مناطق العنقور والمجر والطاش الثانية وجزيرة البعلي الجاسم على أطراف الرمادي وذلك لتدارك الأزمة حتى إيجاد حلول لها من قبل الجهات المعنية ها أنا أقف على ضفة نهر الفرات بعد إن جفت روافده بشكل غير مسبوق في محافظة الأنبار منسوب المياه دون الحد الأدنى وتحذيراتهم من كارثة وشيكة تهدد حياة وسبل معيشة أكثر من مليونين سما يعتمدون على هذا النهر من الأنبار إدريس يحيى قناة الفلوجة أما الآن ينضم إلينا معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوضي نهر دجلة المهندس سليم الاعتابي أهلا بك أستاذ سليم أستاذ سليم سؤال نفتتح به محاورنا لهذه الليلة هل لدى العراق سياسة مائية واضحة؟ أستاذ سليم تسمعني؟ أستاذ سليم تسمعني الآن بوضوح؟ إن كنت تسمعني أستاذ سليم أهلا بك مرة أخرى ونتسأل هل لدى العراق سياسة مائية واضحة لإدارة مياهه؟ بسم الله الرحمن الرحيم نعم أسمعك بوضوح أستاذ سليم تفضل حقيقة وزارة الموارد المائية لديها خطة تشغيلية للمياه المتواجدة في خزاناتها وهذه الخطة يضعها المركز الوطني لدارة الموارد المائية حتى تشكيلات وزارة الموارد المائية حيث تكون هذه الخطة الهدف خاصة في الموسم الصيفي القادم الهدف الأساس هو تعزيز مياه الخام إلى محطات الإسالة والبستنة وغيرها من الأمور المهمة فهذه الخطة ستكون شاملة لجميع المحافظات التي واقعها على نهر الفرات بدءا من محافظة الأنبار نزولا إلى أقصى محافظة في جنوب الإعادة ماذا تتضمن الخطة أستاذ سليم؟ الخطة أنه نتعامل مع الواقع حقيقة بما توفر لدينا من خزين مائي حيث تم توزيع هذه الحصص ما بين المحافظات كل محافظة لها حصة معينة ستكون هناك خطة رفع التجاوزات رد البحيرات الأسماك المتجاوزة حتى نضمن أنه كل محافظة تستهلك المحصة المقررة لها بدون التجاوز على حصة المحافظة التي تليها أيضا من الخطط الأخرى هناك تحرك من قبل الحكومة وليحظت أن الحركة لدولة رئيس الوزراء وفقامة رئيس الجمهورية إلى دول الجوار وخاصة إلى تركيا أيضا وصول وفد فني قبل أيام إلى وفد فني من كركيا إلى العراق وحيث تم عقد اجتماع في مركز وزارة الموارد المائية للوصول إلى التفاهمات وإن شاء الله هناك زيارة من قبل وفد فني عراقي سيكون الشهر القادم إلى تركيا لغرض الوصول إلى تفاهمات ونضمن الوصول إلى الخطوات المهمة لضمان حصة العراق في نهر الفرات أيضا زيارة الوزير السوري وزير المياه السوري والمشاركة في مؤتمر بغداد دولي وتوقيع مذكرة تفاهم كل هذه الأمور إن شاء الله تساعدنا بتأمين الحصص الثابتة التي ترد إلى نهر الفرات وبالتالي تعززنا الخزينة الموجودة في ستحديثة نعم أيضا نهر دجلة يعاني خفاضا أستاذ سليم في مياهه اسوة بالفرات يعني ما يتعلق بدجلة هل هناك من خطة أيضا لوزارة الموارد المائية بذلك الخصوص خاصة بعد بما أنك تطرقت إلى قضية التفاهمات مع دول الجوار دول المنبع هل هناك أيضا تفاهمات مع إيران فيما يتعلق بنهر القارون وبقية الروافد الأخرى التي تم قطعها حقيقة الواردات التي ترد إلى نهر دجلة نوعا ما أفضل من واردات التي ترد إلى خزانات على نهر دجلة نوعا ما أفضل من الواردات التي ترد إلى نهر الفرات مثل ما تفضلت حضرتك هناك مؤشرات جيدة من خلال زيارة الوفد الإيراني برئاسة وزير الطاقة الإيراني أيضا زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى إيران كل هذه مؤشرات جيدة للوصول إلى تفاهمات جديدة قياسة للفترة الماضية نعم أيضا هناك بعض ما يتم تداوله والحديث أيضا لخبراء مائيين بشأن إنشاء سد عند شط العرب ربما في منطقة أبو فلوس بمحافظة البصرة نتساءل طبيعة هذا السد الذي سيتم إنشاؤه هل هو لأغراض الخزن أم لأغراض أخرى هذا السد هو لمنع المد الملحي يعني تعرفين هناك ظاهرة المد والجزر ففي حالة ظاهرة المد يندفع المياه المالحة إلى عالي نهر دجدة وتصل إلى شمال البصرة وجنوب مدينة العمارة فهذا السد يمنع المد الملحي باتجاه العالي النهار هو هذا الغرض من إنشاء هذا السد أو الناغ طيب يعني بالتالي نتساءل إذا كانت الموارد المائية شحيحة جدا في البلاد ما هو المغزى من إنشاء السدود بغض النظر عن السد الذي تفضلت بالإشارة إليه أستاذ سليم يعني سد شط العرب نعم نحن نحل عفو هذا السد هو سد يعني ليس سد غزني نعم وإنما سد يمنع مفهوم فيما يتعلق بهذا السد بالإعالي النهار نعم لكن إن كانت الموارد المائية شحيحة هذا مفهوم هذا السد نعم مثل السد مكتون هذا يمنع المد الملحي باتجاه لا إحنا حاليا وزارتنا ذاهبة باتجاه إنشاء سدود حصاد المياه سدود الصغيرة يعني حتى يكون تعمين أو خزن الكميات الواردة من الجهة الشرقية أو من الجهة الغربية وراح تساعد هذه السدود الصغيرة إلى تعزيز المياه الجوفية في المناطق الموجودة بها أيضا تعمين المياه للساكنين قربها هذه السدود هي خطة اللي راح إن شاء الله وزارتنا باتجاه المضي بإنشاءها نعم وهل هناك تفاهمات أيضا مع الإقليم أستاذ سليم بذلك الخصوص خاصة أن الإقليم أيضا لديه نية لبناء عدد من الصدود وبدأ فعليا بذلك نعم 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 إحنا في الإقليم هناك تفاهمات وهناك خطة تشغيلية لسد دوكان وسد دربان دخان يعززون نحف دجلة وأيضا يعززون سد حمرين بالمياه لغذي محافظة ديالة هناك خطة تشغيلية توضع بكل فترة بين وزارة الموارد المائية وبين وزارة الزراعة والموارد المائية في الإقليم لغرض تأمين تشغيل السدين سد دوكان ودربان دخان بالكميات التي نحتاجها لتعزيز نهر دجلة وسد حمرين معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة المهندس سليم الاعتاب شكرا جزيلا لكم من ضمامكم إلينا قضائيا أصدرت محاكم جنايات البصرة والرصافة وصلاح الدين أحكاما عدة بحق مدانين بجرائم تتعلق بارتصاب أطفال وفقا لما أعلنه مجلس القضاء الأعلى وقال المجلس في بيان له أن محكمة جنايات البصرة أصدرت حكما بالإعدام بحق مجرم عن جريمة استدراج طفلة واغتصابها ثم قتلها وإلقاء جثتها في النفايات وأضاف أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما بالإعدام بحق مجرم خطف واغتصب طفلتين في بغداد وتابع أن محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالسجن خمس عشرة سنة بحق مجرم اغتصب طفلا إلى ذلك أفاد مصدر أمني بأن مجهولين أضراموا النار بمسجد في قضاء بلد روز شرقية محافظة ديالة وضاف المصدر أن فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي ألحق أضرارا مادية جسيمة لحقت بالمسجد دون تسجيل أي إصابات بشرية هذا وقد فتحت أسلطات الأمنية تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث في اليوم العالمي للسلام يبدو أن بغداد العاصمة الملقبة بدار السلام عاد ضمن المدن الآمنة التي لا تنام فلم تعود الحياة فيها تتوقف عند منتصف الليل كما في السابق بل أصبحت أغلب المحل التجارية والأسواق تفتح أبوابها حتى صباح اليوم التالي تفتح الأوفاء في التقرير الآتي في اليوم العالمي للسلام دار السلام تستعيد نوعا من عافيتها فلساعات متاخرة من الليل يجول الناس في الأسواق والشوارع بعد أن طول بغداديون حقبا سوداء وأثبتوا أنهم لن يسمحوا بعودة ما يزعزع سلامهم عندما يعلو صوت الموسيقى في الشوارع والأماكن العامة يزول القلق وتنفتح النفس على الحياة وهذا ما بدى واضحا في الشوارع العاصمة في الآونة الأخيرة الموسيقى يتقاس تقدم الشعوب وتقدم موسيقاها نعم إذا كانت موسيقاها المنطورة فأكيد يكونوا شعب ناجح ومتقدم كل مكامب كل ذلك لنشوف فن لنشوف صورة حلوة لنشوف أغاني لنشوف أغاني تراثية خاصة الأغاني التراثية لنعدمة بصورة عامة جاءنا هذا الجيل أغاني الشباب بس تجعل أغاني القديمة أجواء حلوة عودة الحياة في الشارع البغدادي وبقاء الأسواق والمطاعم والمقاهي مفتوحة على مدار 24 ساعة دليل عافية يأمل الجميع أن يدوم في بلد أثخنته الجراح الأجواء كتير حلوة وأنا كنت عم بكتشف أجواء جديدة علينا تماما وعم نشوف عكس الكلام اللي كنا عم نسمعه بغداد جميلة بغداد حيوية بغداد نشطة بغداد فيها شوارع متنا من الليل بغداد الحياة عبد النبع فيها الحمد لله هست الأمور شوي رجعت مثل ما نقوله النصابة الأخير هذا شيء ما تشيهدناه نحن خاصة هذا الجيل شهدناه فترة كل شيء قصيرة وبعدين وراها انتكست وست الحمد لله الأمور إن شاء الله تستمر بغداد تنفذ عنها رماد الحرب وغبار الفتنة وتفتح بابا للحياة مرة أخرى من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية الأخبار مستمرة شهدت محافظة البصرة افتتاح أول مصنع لإنتاج لواصق الانشاءات بتكلفة بلغت 12 مليون دولار يعمل وفق نظام الجيل الخامس المتحكم بالروبوت الآلي تقريرنا التالي يرصد التفاصيل الريبوت الآلي يدخل المصانع الوطنية لأول مرة في العراق من خلال ذلك المصنع الذي تكون فيه الآلات السمة البارزة في العمل وتبلغ تكلفته 12 مليون دولار يحقق بذلك قفزة نوعية في مجال الصناعات الخاصة بإنتاج المواد اللاصقة المستخدمة في البناء جعلت منه مادة مطلوبة في الأسواق المحلية وأسواق الخليج المعمل يعمل بالروبوتات الأول من نوعها بالعراق الطاقة أنتاجية 1200 طن باليوم الواحد يعني المناطق المتضررة بالحروب والمشاكل اللي صارت بيها تساعدها باي بالبناء قاعد نطي وكالات حاليا قطينا لكردستان وقطينا لبغداد وقطينا للبصرة طلبات عجتنا من الكويت وعدنا من السعودية وعدنا من عمان ومن قطر الجيل الخامس الذي حل محل الآلات القديمة يسعى من خلاله لتحقيق إنتاج يبلغ 400 ألف طن في العام الواحد من المواد اللاصقة في البناء التي ستكون كفيلة بسد حاجة الإعمار في العراق لسيما في المناطق المحررة وإقليم كردستان وبأسعار أقل بنحو 30% من المواد المستوردة وبجودة عالية مؤكدة من قبل المناشئ العالمية نحن حتى في السعر ما نعلق على المنتج الأوروبي نحن أفضل من المنتج الأوروبي المواد مالتنا حسب المختبرات نحن أكثر كفاءة وطول عمر وزائد تقفيض السعر بحضول 30% إلى 40% عن الأوروبي والقدرة الانتاجية يعني هذا يساوي عشرة ضعاف عن اليدوي أو القديم هيئة الاستثمار من جانبها أشارت إلى تطور ملحوظ سيطرأ على الصناعات الوطنية من خلال 42 مشروع صناعيا تصل تكلفتها إلى مليار دولار فيما سيكون أبرزها في مجال الصناعات الغذائية ويحقق الاكتفاء الذاتي في حال انطلاق العمل فيه هذا المشروع خلفته أكثر من 12 مليون دولار أمريكي تمرحلة أولى على أرض مساعتها تبلغ 12 متر لحد الآن في محافظة البصرة تم منح إجازات استثمارة للقطاع الصناعي ومعدل 42 إجازة لمعامل لإنشاء معامل في محافظة البصرة 29 ملعدة دخلة حيز التنفيذ والآن مكتملة بالنسبة 100% هذا ما نعمل عليه بالطبع متسقين أو متناسقين مع البرنامج الحكومي الذي يحاول أن يخرج الاقتصاد الريع النفطي إلى اقتصاد متعدد الجيل الخامس من الريبورتات يدخل إلى المصانع الوطنية العراقية ليجعل منتوجه متميزا ليس فقط بالأسواق المحلية بل مطلوبا من دول الجوار خالد السلامة من قناة الفلوجة البصرة وللحفاظ على أراضيهم الزراعية من الجفاف المحدق الذي قد يفتك بالمحاصيل الزراعية طالب فلاح محافظة الأنبار الجهات المعنية بضرورة توفير الأسمدة والمرشات الحديثة مثمنين دور وزارة التجارة في دفع مستحقاتهم المالية بوقتها المحدد وانسيابية موسم التسويق تفاصيل أوفة في التقرير الآتي للحفاظ على هذه الوفرة من السنابل الذهبية في أرض الأنبار يأمل فلاحوى المحافظة أن تتوجه الحكومة لدعمهم وتوفير متطلبات زراعة محصول الحنطة من خلال توفير السماد والاعتماد على نظام المراشنة كأحدى وسائل الرئي الحديثة لمواجهة أزمة الجفافة التي قد تفتك بأراضيهم موسم خير إن شاء الله وبركة للعراقيين وإن شاء الله موسم خير ونرجو من الأستاذ محمد الحلبوسي والأستاذ رئيس الوزراء بدعم الفلاح الأنباري بالمرشات الثابتة والمتحركة والمواد الأسمدة اليورية والداب الرئيسي فإن شاء الله موسم خير وبركة للفلاحين والعراقيين جميعا حيث أغلب المزارعين لم يستلموا السماد لحد هذه اللحظة اليوم المزارع استغرض من المكاتب الزراعية للوصول إلى هذه الحالة بتوفير الحنطة اليوم في ناحية الخيرات لدينا سائل الاستلام الحبوب العمل جاري ومتواصل ونطلب للمرة الثانية دعم الفلاح بمادة السماد وفي تصريح خاصة به قناة الفلوجة أوضحت مديرية زراعة الأنبار أن مدن المحافظة ستحقق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة هذا العام بعد أن تسلمت مخازن الدولة نحو 90 ألف طن خلال أسبوعين فقط اليوم الإنتاج وفير نوعدكم بهذا الموسم بأنه موسم الخير وإن شاء الله نصل إلى الاكتفاء الذاتي في محافظة الأنبار وفائض يكون سوف نصدر الحنطة إلى العاصمة الحبيبة بغداد بهذا الموسم وهذا موسم وفير من الله علينا بإنتاج وفير نتيجة التعاون والتنسيق المشترك بين مديرية زراعة الأنبار والأخضية المترامية في محافظة الأنبار وتؤكد وزارة التجارة أن عملية تسليم مستحقات الفلاحين تسير بإنسيابية عالية وفي وقتها المحدد لا سيما بعد أن حقق الموسم التسويقي هذا العام نجاحا كبيرا من محافظة الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة رغم التحديات الكثيرة أنتجت محافظة كاركوك محاصيل زراعية تعد الأضخم منذ خمسة أعوام فمحصول الحنطة وصل إلى ستمائة وخمسين ألف طن بمساحة زراعية بلغت مليونا ومئة ألف دونم كما أن الدعم الحكومي للفلاحين كان له الأثر البالغ في تعزيز الإنتاج هذا العام بمعدل ثلاثة أضعاف عن العام الماضي فاق إنتاج الحنطة في كاركوك كل التوقعات حتى وصل إلى ستمائة وخمسين ألف طن ضمن الخطة الزراعية فالدعم الحكومي الذي حضي به الفلاحون هذا العام لعب دورا إيجابيا في ذلك قرض نطيق تسهيلات نطيق زاك الله خير أريد نخليك على الطريق الصحيح الذي تستفاد بالعدل زاك الله خير مستحقات الفلاحين المالية وصلت دون تأخير وسرعة التسويق وتعدد منافذ التسليم ووفرة الأمطار ووقود الحاصدات المجانية عوامل رئيسية أسهمت في زيادة الإنتاج توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء شخصيا ذللت كل ما يعقو اقبال المزارعين على التسويق تحديد آلية التسويق بحيث الفلاح يعلم متى يسوق وأين يسوق وضع التسعير يلتزم بها صحاب الحاصد والفلاحين وإذا حصلت شكوة فبالإبكاني حالة المخالف إلى مركز الشرطة والمحاكم لفضل النزاع في كاركوك ثلاثة منافذ تسويقية تعود لوزارة التجارة ضمن السيل الرئيسي يضاف لها منفذ في ناحية تازة ومثله في الرياض وقد اتفق سابقا إن لم تستوعب تلك المنافذ وفرة المحصول فستجهز منافذ أخرى حدد يوم 21 لاستيلام محصول الحنطة في محافظة كاركوك طبعا المواقع الثلاثة متمثلة بصومعة كاركوك اللي هي فرع تجارة الحبوب في كاركوك ومجمع تازة المخزني ومجمع رياض المخزني الهيئة الثانية مركز تسويق الحويجة مراكزنا جاهزة لاستيلام محصول الحنطة في المواقع الثلاثة وأمنت كافة الاستعدادات أيضا وصلتنا مبالغ للمحصول لهذا الموسم طبعا وصلتنا دفعة أولى بعشر مليارات ودفعة ثانية بأربعة عشر مليار يعني كميات المبالغ اللي وصلت ومنت فيه فرح تجارة الحبوب هي أربعة وعشرين مليار وأيضا المبالغ مستحقة وتتسلم إلى الفلاح لا تتجاوز المدة إلى 72 ساعة لاستيلام مستحقات مقابل تسويق محصول الحنطة تسويق على مداري أربع وعشرين ساعة إجراءات حكومية يبدو أنها الأكثر نجاحا عن سابقاتها إنتاج من المرجح أن يغني البلاد عن المستورد هذا العام من كاركوك عبدالله العامري قناة الفلوجة ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها لا التزام بالتوقيتات السياسية والنيابية جلسة البرلمان يوم غد من دون موازنة واللجنة المالية تصوت عليها داخليا قاض جديد لرئاستها مفوضية الانتخابات تكتمل باختيار رئيس لمجلسها وتعلن تسجيل 800 ألف ناخب جديد البيت الكردي التأم مجددا وزراء اليكتي يعودون للحكومة في أربيل واجتماع مع البارتي يذيب جليد الخلافات أزمة الجفاف تتعاظم في الأنبار مياه الفرات تنخفض دون الحد الأدنى وتحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة تزامنا مع اليوم العالمي للسلام مجهولون يحرقون مسجدا في ديالة ودعوات لموقف حكومي ينهي الامفلات فيها الفل وجد التيفي للمزيد من الأخبار كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب في أمان الله دمتم بعافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر